هذه الوضعية الكاريثية هي لقاعة السينما المتواجدة بحي الحسنية ببلدية شلف قاعة أوصدت أبوابها مطلع التسعينيات وعجزت السلطات عن تهيئتها ووضعها في خدمة الشباب المتعطش للفن والسينما لتتحول إلى وكر للمنحرفين رغم أنها في الأمس كانت فضاء ثقافيا بامتياز قاعة السينما عندها قريب عشر سنة ولا عشر سنة هي مبلعة ها كما ركت شوف قاعة السينما ركت صورت الحمد لله وشوفت شهرا صاري تا السينما شهرا صاريه عنا بزيف وحنا نشكو قاعة لجنة كل عام كين نجنة تحي تشكي هذه القاعة تا السينما هذي في السنين تا الثمانينات كانت قدوة كان من كل الأحياء مش ينقولوا غير الأحياء تا علاصية اللي يقرب هنا يجو لي قاعة كانوا يجو لأحدهم برا يجو هنا ويدخلوها والناس زاهية والناس ما ليرز ما كتشوف كيف رجعت هذ القاعة ما فائدة إنتاج أفلام ودور السينما مغلقة يقول أهل الفن عنها الأمنية الآن هذه الأفلام التي أنتجت في هذه التظاهرات توصل للجمهورة توصل ونشوفها لأنه احنا كين ندير أفلام هي باش توصل يعني وتلحق ويتلقىها يعني للمشاهد يشوفها ممكن ما نشعرف في انتظار أنه عادة تكون تشغيل قاعة السينما التي رممت في انتظار تدخل السلطة المعنية وإعادة بعث الحياة لهذا الصرح الثقافي يبقى على عاتق قطاع الثقافة مسؤولية استرجاع دور السينما من البلديات للاهتمام بها أكثر